السلام عليكم ورحمة الله سنتعرف خلال هذا الدرس على نوع مميز من الأفعال في اللغة الفرنسية يسمى les verbes impersonals أي الأفعال غير الشخصية فما هي هذه الأفعال وكيف نتعرف عليها؟ إذا أخذنا كمثال الفعل livre ومعناه يقرأ نجد بأنه يصرف مع كل الضمائر الشخصية فنكتب je lis, tu lis, il lis وهكذا مع باقي الضمائر على عكس الفعل pleuvoir ومعناه tonter هذا الفعل مثال لفعل غير شخصي لأنه لا يصرف إلا مع الضمير il فنجد il pleu ولا يمكن تصريفه مع باقي الضمائر الشخصية فلا نجد مثلا التصريف مع الضمير je والضمير الشخصي il هنا لا يعود على شخص أو شيء معين لهذا تسمى أفعال غير شخصية كمثال آخر لهذا النوع من الأفعال نجد الفعل neje ويعني tut lige أو تتساقط التروج كأن نقول مثلا il neje tut lanui أي تساقط التروج طيلة الليل وكما قلت سابقا فالضمير الشخصي il لا يعود على شخص أو شيء معين وهذا النوع من الأفعال غير شخصية يسمى verbe essentiellement impersonal أي أفعال غير شخصية أساسا وهناك النوع الثاني الذي سنتعرف عليه بعد قليل مثال آخر الفعل falloir وهو أيضا فعل غير شخصي كمثال على استعماله نجد الجملة التالية il faut respecter les autres أي يجب احترام الآخرين كذلك الفعل صاجيغ من الأفعال غير شخصية أساسا وهذا مثال لاستعماله il s'agit de mon travail بمعنى يتعلق الأمر بعملي وأركز دائما على أن الضمير il لا يعود على شخص أو شيء معين النوع الثاني من الأفعال غير شخصية يسمى verbe occasionellement impersonal أي الأفعال التي يمكن استعمالها كأفعال شخصية verbe personel أو كأفعال غير شخصية verbe impersonel وذلك حسب سياق الجملة فمثلا الفعل être من الأفعال التي تصرف مع كل الضمائر الشخصية أي يستعمل كفعل شخصي يمكن استعماله كذلك كفعل غير شخصي كما في الجملة il est important de faire du sport أي من المهم ممارسة الرياضة والضمير il هنا كذلك لا يعود على شخص معين بنفس الطريقة يمكن تصريف الفعل faire مع كل الضمائر الشخصية كما يمكن استعماله كفعل غير شخصي كما في المثال التالي il fait beau aujourd'hui أي الجو جميل اليوم نضيف مثال آخر مع الفعل sombler فنجد il me semble que le trance en retard أي يبدو لي أن القطار سيتأخر ومثال آخر مع الفعل arriver في الجملة il maghif dubliye mecley بمعنى يحدث لي أن أنسى مفاتيحي أتمنى أن أكون موفقا في تبسيط هذا الدرس شكرا لمتابعتكم وإلى درسنا آخر إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر